اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واليوم رح حاول هيك وصل شوية صغيري من المعلومات ووصلت شوية صغيري منها قبل عن موضوع الانتركوت أو عن موضوع الفلي أو إذا جبنا شقفة لحمي اللي عنا على البيت شو ممكن نعمل فيها غير أنه نشوية ونحطها بالصيخ مثل ما بنعمل إحنا دايما ومتعودين ببيوتنا أيام الأعياد وأيام كمان الأحاد وأيام العطل الرسمية أو العطل الأسبوعية اليوم جبت أنا شقفة من الانتركوت شو عملت فيها أنا جيت أطاعتها إلى شقف أطاعت منها ثلاث شقفات بالطول هيك حلوين بامتياز اللي هي كمان هل اسكالوب أو اسكالوبة على ميلانيازي بعد شوية صغير رح نبلش نقطعها كمان شغلي تانية عملتها أطاعت كمان ثلاث شقفات رح نعمل منهم كمان وصفي كتير حلوة هني لفائف رح نحشيها من المرتدلة بقلبها وكمان من الخلطة الحلوة اللي عملتها من الخردر كمان قبل شوية وعملت قطعة كمان لإسمها روس بيف ألونجلي أوكي أو أونتركوت ألونجلي خلنا نشوف أول شي شو عملنا فيها هيدي الأونتركوت ألونجلي لايكوا شو إذا بتطلعوا بهالمشهد اللي أنتم شايفينه قدامكم هون بتلاقوا مشهد شوية صغيري إنه الشافشاد وشو عمل جايب هال هال مرض بين الضغط المحشي يسميد وحطه على شو طيب هايدي نحنا عادي منعملها دايما أوكي إنه لازم نحط شي تقيل على هالشقفة اللحمة يالي منكون شويينة أو قليينة أو سلئينة بعض الشيء حتى تحافظ على لوننا الأحمر من جوة من دون ما يكون فيها أي نقطة دم بقلبها لأنه بس قصة ما لازم يطلع منها من الدم لبرة مع أنه كمان بتبين أنه هي حمرة من جوة هايدي كمان طريقة الشغل الأونتركوت أو الراس بفع الطريقة الإنجليزية لاجوا شو عملت رحشير أنا هالنيلون كمان عنا اللي حطيتوا مشين ما يضرب ضغري هالمرضبين على اللحمة ضغري تطلعوا نيلون نضيفة لأملتوا أنا أخدت شقفة من هالأونتركوت جيت مرغناها بطريقة حلوة بخليط كتير حلو كمان أنا عملته من الخردل حطيت فيها كمان من الفلفل كمان الأسود حطيت فيه من القرفي حطيت فيه من الكزبرة حطيت بقلب كمان هالخردل من الأوريغان ومن الزعتر كمان المجفف حطيت من الزعفران أو خلينا نقول الكركم اللي عنا وشوي صغيرة من الهيل لما خلطناهم كلهم مع بعضهم عطونا خلطة بتعقد بتجنن هاي دي الخلطة شعملت فيها أصلا فينا عمل فيها مليون شغلي بش شعملت فيها أنا اليوم مرغنا هالأونتركوت اللي عندي أو الروس بيف اللي عندي أو ممكن كمان تكون الفيلة أوكي جاي من فعل مرغة أوكي يعني كمان دهنة خلينا نقول أوكي لأن في أشخاص ممكن ما كونوا فاهموا شو معنات مرغة مثل سحر دهنة طيب أوكي دهنة أوكي على رأسي لكن خلي مرغة أنا متحوض عليها طيب طيب على رأسي مع عيني طيب اللي عملته أنا جيت أنا جينا شوينيها شوية صغيرة مع شوية زيت وحطيتها بالفرن على حرارة 220 دلجة شو عملت بعد ربع ساعة استويت منيح من بره بس من جوه ضلت بعدها نيّلة أنه اللحمة كمان سميكة شو عملت جينا حطينا مثل ما عملنا هالشقفة النيلون ورقة النيلون وحطينا هالتقل هالتقل إجا طلع لي اللحمة أو المي لبره وترك لي اللحمة بتعاقد بتجنن بعد شوية بدنا نقطع أوكي طيب هلا بعد شوية بنرجع لعندي خليكي هون هلأ خلوني بلش بشغلي عندي هون تنجرة هالتنجرة أنا هوني اللي بنولها تحتها رح نعمل فيها الصالصة حمراء اللي هي الصوس طمعت اللي هي الصالصة دي بومودورو بس اليوم عزوئة مش الصالصة دي بومودورو أو الطوميتو الصوس الأصلية الإيطالية الأصلية الإيطالية تنعمل كرافس جزر بصل مفرومين مع زيت الزيتون بينقليو شوي صغيري على النار ومنضيفة عليه أنه إحنا الطومات بيلي أو الطوميتو بيلد وياللي بدو يعملها كمان من البندورة الطازة أنا رح هيك أعملها شوي صغيري شرقية أكتر رح روح على زيت الزيت الزيتون تلعوا كمان كيف هون عندي بصل وعندي توم وعندي قدامي كمان من البندورة كمان الطازة المقطعة متل ما شايفين هذا كوينا هون رح استعملها بعد شوي البصل عندي هون والطوم عندي هون وإذا منشوف كمان في عندي طنجرة هون عم تغلي فيها الماء عندي خمسة ليتر من الماء عم يغلو مشا نقسلو بعد شوي صغيري أنا خمسمائة جرام من البنة أو الباستا اللي أنا عندي خليني هلأ نقطع هالطومات حلوين شرقح متل معنا بحبون هيك بطريقة حلوة كتير رح قطع كمان هالطومات وفينا نقول عم نعمل متل صلصة الأرابياتة متلة بس مش حرة مش رح حرة كتير يعني بس إنه إذا بدنا زدنا لحار بصير معنا كمان أرابياتة بس رح عملها بالبندورة الطازة أوكي مش بالبندورة المعلبة يلا يا شف شادي هون عندي هالبصل ناخد هيك ملعة خشبية حلوة واحد اثنين ثلاث بلشنا بصل زيت زيتون من بعد البصل وزيت الزيتون منروح على شي اسمه التومات لقطعنا هون هلأ دغري منحطوا التومات ما تعطلو هام لأنه مشرحهم شرائح كبيري وهو دي كمان التومات يا شف شادي يلا وهلأ هون بدي طعم أنا هالصالصة البندورة اللي عزوي برجع بعيد رح روح على شي اسمه كمان الأوريجانو رح حط كمان هيك عليها بها الطريقة وفيكن تحطوا غير الأوريجانو فيكن تحطوا إكليل الجبل أو الأصعين يعني الروزماري الروزمارينو أو السوج السيج متل ما بدكن تحطوا بها الطريقة أو فينا نحط إذا بدنا كمان النعنع اليابس او من الحبق الطازة او الحبق اليابس انتوا عملوا اللي بدكن داكور؟ يلا لكي ألاقيوا ماذا عملت أنا هون؟ بعد ذلك فوق البصل وفوق التوم وفوق الأوريجانو رح اخد ملعقتين صغار من رب البندورة او معجون الطماطم طلعوها او الصالصة بتسموها كمان او منسميها ببعض المناطق كمان بالدول العربية صلعوا كيف صلع عندي أنا البصل صلع عندي التوم صلع عندي الأوريجانو صلع عندي زيت الزيتون وصلع عندي رب البندورة رح ضيف كوب واحد انا من مرقة الخضرة او مرقة اللحمة بينفعوا 2 نتون مش مشكلة مرقة للجاج بتنفع بس بتكون طعمتها شوي قوي فأنا بفضل شخصيا الحقيقة يكون عندي مرقة خضرة وزا ما عندي مرقة خضرة مية عادية ما في عندي مشكلة طلعوا شو صار عندي هلا بروح على البندورة المقطعة متل بندورة التبوري طلعوا كيف وبنجي مننزلها علي هلا بدون يغلوا اربع ساعة عشرة اي كلهم سوا مع بعضون بضفلهم بعدين انا من الملح رح ضفلهم كمان شوي صغيري من الفلفل وبيصيروا جاهزين عندي بتعقد بجن هادي كمان صالصة بندورة كتير حلوة كتير هيني سريعة بتعقد وكلنا رح نحبها بالبيت ومنحبها فينا نحط فيها بعدين او نحطها حد رايدس حد كمان سمك سمكة حرة منحرحر كمان الصالصة سمكة حرة قصدية حمرة كمان الربياتة كمان باستا كمان نودلز كمان 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 وممكن كمان نروح على صالصة اسمها البيكو دي جالو تعرفوها البيكو دي جالو او منقار الديك اللي هي صالصة مكسيكية بتنعمل بهايدي الطريقة وبتتبرد بعدين او بتنعمل بيردي من الاول عندها كمان طريقتين فينا نعملهم فيها يلا يا شف شادي هون لا بدي اعمل شغلي طيب هادي عملنا الصالصة مش هين البارستا يلي نحنا بدنا نعمل بعدين اللحمة بدنا نعملها بالباني خلنا ننتقل هلا على اول شيء هاللحمة الحلوين اللي هني قطعتهم انا قبل بطريقة كمان حلوة لايقوا شو رح اعمل فيهم هلا واحد يا شف شادي هون رح نحط شقف من الانتركوت هني كانوا قطعة واحدة انا قطعتهم بالسكين صاروا قطعتين يعني شغلي كمان هيني تطلعوا ها واحد اثنين وهدي كمان التالتي هون رح ناخد كمان ورقة نيلون تانية عليهم من فوق منجي مندقهم منضجدج عليكم شوية معليه كمان هون استرعنا تلات شقفات هلوين هلا فرجيكم كيف بدنا نعملهم تنلفهم كلهم سوى طي يطلعوا معي متل هالتلات شقفات اللي انا عاملهم هون شغلي كمان كتير هيني بقلبهم فينا نحط اي نوع من الصالصة اللي بدنا اي نوع من الاعشاب اللي بدنا اي نوع من الاوراق اللي كمان العشاب العطرية اللي بدنا حبق روزماري روزماري سيج اكليل الجبل اللي بدكن ياه انا رح اعمل هاي دي الشغلي رحط شوية صغيري من الخردل بقلبه مع كمان هالخليط اللي عملته كمان انا قبل نمرغم بهالطريقة بعدين بنقي شوفي عندي بالبيت جومبوند بارم عندي مورتادلة عندي جيج عندي حبش اللي بدكن ياه فينا نشتغلها هاك طلعوا كمان شوهايني انا عندي مورتادلة جيج على زيتون او عفستق حلبة اللي بدكن ياه بنبروها بهالطريقة طلعوا شوهاينين وفينا نحطهم بالتلاجة بطريقة حلوة اذا بدنا او دغري بالمقلة وعنا هالكردون او نكاشة الاسنان اللي كمان قدامي يا شايف شادي فينا نعمل شغلي نجي نحط اتنين ثلاثة مع بعضهم اذا بدنا فينا نشويهم على الجمر مبس نشوي اللحمة يعني فينا نحط نحنا هاك نفوت الصيخ فيهم كلهم سوا او نجي بنعمل كل واحدة لواحدة متل ما انا عملتهم هيك طلعوا كيف ممرش عليهم بعد شوية صغيري شوية صغيري من لطحين ومنحطهم بقلب المقلة اللي انا المقلة عندي ياه كمان على الغاز هدا كلهم نشيلوا هيك يا شايف شادي وهو دي هون ويلا المقلة على الغاز واللعنة تحته لكوينهم واو لايكوا هون شو عم بعميل يلا الصلصة عم تصير كمان جاهزة عندي الباستا كمان هون يا شايف شادي عندي خمسة لتر انا ملعة صغيري انا عندي هون رح ناخد خمس ملاع صغار من الملح متل العادي ملعة اتنين تلاتة وهيدي اربعة وهيدي خمسة خمس ملاع صغار من الملح لخمسة لتر من المي لخمسمية جرام من الباستا اذا منلاحظ كمان ان المي بعدها عم تغلي هاو دي خمسمية جرام من الباستا وبيجي انا منحرك الباستا قبل يا سلام ومنحط هون الطبقة ومنطلع اكيد برايكوا بترجعوا لعندي بتكون الباستا بلشت تغلي من جديد الصلصة رح تصير جاهزة والمقلة بتكون حميت نطركن اشتركوا في القناة